يعني نور أنت عندك بيبيو بتعرفي ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال شائع جدا أكيد وهي من المشكلات اللي بيواجهوا الأهل أن ارتفع حرارة الصبي أو البنة أيضا خاصة بأعوامهم الأولى قد تدل على خطر بكثير من الحالات يعني ارتفاع الحرارة أحيانا بيكون طبيعي وأحيانا بيكون بدل أو مؤشر على شيء معين لنتعرف أكتر عن هذا الموضوع وناخد التفاصيل الصحيحة أكيد بيصرنا نرحب بالدكتور قصي أزدير اختصاص أطفال أهلا وسهلا فيك دكتور ودائما نحن متعودين على المعلومات الجديدة يسعد لي صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين وإن شاء الله هيك بنحكي همسة عن الحرارة عند الأطفال لأنه شغلة بتقرق يعني الأمهات والأهل كل الناس يعني تتابعنا لأنه في نقوص خطر بتعمدك طفل أو طفلة الله يسلمها يا رب هيك الله يخلي كل أولاد العانم ويديم الصحة عليهم يسعد صباحك دكتور صباحك يا إلهي دائما بيقول لك دير بالك ما ترتفع من حرارة الولد يعني تكون ضمن المعدل ما في يعني نعرف قيمة فينا ندق نعقوص الخطر نقول حرارته ارتفعت فوق طبيعي لأنه دائما بنعرف قديش ارتفاع الحرارة اختلاجات بتعمل تعمل كتير مشاكل في كتير من الناس سابقا يعني قبل لما كان يعني متطور الطب كان في مشاكل يسبق ارتفاع الحرارة عند الأطفال ما يعرفوا لا يكبروا يعني عملت خلل بالدماغ عملت خلل صحي عندهم صحيح لأننا الحرارة هو ارتكاس طبيعي مناعي للجسم ضد فيروسات ضد جراسيم ضد إصابة معينة بالجسم قد تكون إصابة مناعية قد تكون لا سمح الله هي أول عارض لمرض سرطاني لمرض مناعي مو بس مرض التهابي فهي ارتكاس طبيعي للجسم ارتكاس يعني طبيعي ضد اضطراب مناعي معين بالجسم فيعني بس ارتفعت الحرارة عند الطفل ولا منقول قديش هون لازم الأهل ينتبهوا ويشوفوا شو السبب ويحاولوا يعالجوا السبب يعني هو عرض من أعراض أمراض كتيرة أمراض مناعية أمراض بيروسية أمراض جرسوبية هلأ نحن بفترة الخريف والشتة وبكل فترات السنة منشوف الأمراض عند الأطفال الانتانية كانت فيروسية أو جرسومية وأول عارض منهم قد يكون هو ارتفاع الحرارة هلأ الحرارة الطبيعية عند الأطفال مثل ما تفضلتي هو بين الستة وثلاثين ونصف لثمانوثلاثين منقبلها نحن ثمانوثلاثين إلا كم يعني شحطة من نقول هاي نحن منقبلها أما إذا ارتفعت فوق ثمانوثلاثين لازم الأهل يعني يشوفوا شو سبب ارتفاع درجة الحرارة عند هالطفل وخاصة الأطفال الرضع يلي يعني اضطراب الحرارة ممكن يكون له سبب مبهم عند الأهل وبيقعدوا بيربطوا ليها بالأسنان منقللون الأسنان ما لا علاقة كتير بارتفاع الحرارة الأسنان هي شغلة فيزيولوجية طبيعية بتطور نمو الجسم ممكن ترفع لك شوي بالحرارة يعني نص درجة درجة لفترة معينة مع اختلاف بسلوكية الطفل لكن بتلاقي الطفل أربعين حرارته رح يروح وبتجي لك بتقول لك والله حرارته من أسنانه لك معه التهاب مثلا معين لا سمح الله يعني بأحد التشخيصات الانترنية وقد تكون من الأنواع الخطيرة وبيربطوا لي الشغلة بالأسنان الأسنان ليس لها علاقة بارتفاع الحرارة العالية عند الأطفال ممكن الطفل بس بده يبزغ أسنانه يلعب بشغلة ما ننظيفة لاب يعطيه موبايل مفاتيح إيد ما ننظيفة حكي أسنانه لعبة ما ننظيفة ممكن ياخد جراسيم وياخد فيروسات عبر هالشيء اللي عم يحك فيه لما ننظيف ويصير عنده إنتان تالي لبزوغ الأسنان يعني لأنه عم يحك نيرته وفما نربط البزوغ الأسنان الطبيعي لنظيف بتعمل شوية خلل بسيط بالحرارة بس ما بترفعه لدرجات أنه تكون عالية يمكن ما نسبب رئيسي هو ما نسبب ما نسبب هو طيب بيرفع شوي نعم بس بيبين أنه شغلة نص درجة درجة وبتحسن الطفل يعني بس فقط عندما ممكن عندما بدا توزم اللسة اللي يطلع السن ممكن تصير نوع من الالتهاب الارتكاسي البسيط باللسة أول على وعي الأمة أنه مدغري تبلش بخافضات الحرارة بالأدوية بالأدوية دغري بتبلش شو رأييك بي أنه الأمهات دائما أول ما ترتفع حرارة الولاد دغري بنقطوله أو مثلا بيعطوه خافضات حرارة من دون مثلا إجراءات إسعافية أولية وممكن تكون أكثر أمانا يعني مثل الكمادات يعني هلأ دائما الأم عندها أرق بس تشوف أمنا مرتفع حرارته أو بعد مع ارتفاع الحرارة بصير وهن عام بتصير بتقل شهيته بتصير في أعراض تانية مكملة لارتفاع الحرارة هون الأم عندها هاجس أنه أنه الحرارة شغلة خطيرة مثل ما تفضلت السيدة نور أنه أنه الحرارة بتأثر يعني بتعمل هاجس عند الأهل وكل واحد عنده طفل بيخاف من الحرارة وخاصة لأمها هلأ أعطاء خافض الحرارة فوق 38 أنا معه إن كان شراب براسيتامول أو نقط بس بجرعة محتملة للجسم الطفل يعني أنا هاي جرعة عطيه معلقة شو هي الملعقة شو هي قديش 2 ميلي ولا 5 ميلي ولا 7 ميلي ولا 1 ميلي صح دائما لازم نحن كأطباء أطفال بحكمة أو كأمها تعرف من طبيبة قديش الجرعة الدوائية كخافض للحرارة إذا ارتفعت حرارة الطفل فينا نقول لما يقطع يعني 38 وفوق وفوق هلا في بعض الدكارتة بتقول لك 38 مصد معقول يعني تركي للولد ما فيني اترك ولدها هاي النقطة اللي بدي هاي الأم رح تتركه أنا الدكتورة بتقول لي 38 أنا بعطيه بدون ما أرجع لأنه بيكون عندك هاجس إنه معدل لأنه بتخاف لما يكون فوق 38 بتقول لك لأنه لا تعطي مثلا لا تكتر له لأ مقبول الحرارة 38 طبيعي إذا عنا عطيته ضمن الإطار الطبيعي 2 ميلي لحسب مثلا تحت السنة ولا فوق السنة أنا معطي ضمن الإطار الطبيعي ما في مشكلة باراستامول ما في مشكلة وقياس الحرارة أيام بيجو لي واحد بالصيف بيكون طفل عمره أربعة شهور عرقان مستعمق عرقان وعلي يعني دائما تبادل الحروري عند الأطفال الرضع ما بيكون مثلنا نحنا الكبار نحنا منعرق منبول يعني فيه طريقة لتعويض درجة الحرارة بالجسم فيزيولوجية الجسم بالجهاز الحراري البابي بنظم حرارة الجسم عند الأطفال لسه ما كتمل فممكن درجات الحرارة العالية بره تتخلي الطفل يكون متوهج زايدة شوي حرارته الخارجية مو الداخلية بيجيبوا ميزان الحرارة الجبهي بيحطوه بتطلع 39 بتبلشت الأمة تخبص بالولاد بتجي على الدكتور بيحط الميزان الحرارة يلي من استخدامه نحنا ممكن الإلكتروني تبع الإدن وهو الأفضل بتلاقي درجة حرارة الطفل طبيعية أو ما أنا بتاتل ما في أي اضطراب عنده إذن نحنا علينا كمان استخدام ميزان حرارة صحيحة وملمس إيد الأم ما أنا معيار للحرارة ملمس إيد الأم أكتر الأمهات عندهم فقر دم وعندهم فقر دم وعندهم يعني عمل وبالمي وجلي وشو بعرفني فإيديهم دائما باردي وأكتر النساء بصير عندهم كمان اضطراب بحرارة الإيدين والرجلين بتلاقي دائما بتقولك إيدي ورجلين باردين نسبة عالية من النساء فهذا الشي ما بصير أنا والله حط إيدي على جبين ابني وعليه حرارة بدون ميزان حرارة وروح انزل فيه بخافضات الحرارة هوني كمان خطأ إذا أنا إذا تأكدت أنه حرارة الطفل بميزان حرارة موسوق أنه فوق 38 لأعطي خافض للحرارة بارستامول لريس ما أصل لطبيبي أو لمركز صحي يحدد شو سبب ارتفاع الحرارة أما مو بلش أنا مثل ما بتبلش جارتي بيدوى التهاب وبلش بأدوية احتقان وبلش شو بيعرفني وأنا شخص وهذا غلط تماما هو اجتهاد شخصي يعني انطلاقا خاصة عند الأطفال تماما انطلاقا من حديثك دكتور حول أنه لازم نعطى حصرا بارستامول وبكميات قليلة الأبر اللي بتلجأ الأم الأبر لخافضات الحرارة تماما قديش كمان على المدى البعيد تأثير دغري يلا على صيدة على المدى الحاد والبعيد ممنوع الأم أو الصيدة لي يعطي طفل أبرد خافض للحرارة دون وصفة الطبيب وعلى مسؤولية الطبيب يعني نحن كأبر عضلية خافض للحرارة البارستامول مؤلمة جدا ديكلو فينك الصوديوم يلي بيعطوه بأنواع التجارية باسم علمي مشان ما حدا يقول عم نضرب بتأثر على الجسم بآلية معينة إذا بدي أعطي إبري خافض للحرارة والجرعة بدأت تكون محددة بدقة مخيفة لأنه إلى تأثير سمي على الكلية ممكن تعملي قصور كلية إلى تأثير على الرئة إذا الطفل عنده إصابة رئوية ممكن تعمل تشنج قصب يخاصة عند مرضى الربو ممكن تأثر على الخلايا الدماغية على العصاب إذن أي دواء هو سم ما بيصير استخدامه إلا بحكمة الطبيب حتى الأسبرين عند الأطفال ممنوع استخدامه إلا بحكمة شديدة نحن أطباء الأطفال بطلنا نستخدم حبة أسبرين نعطيه أسبرين بتنزل حرارته لأنه التاميرين والأسبرين اسم تجاري نحن ما رح نذكر اسمها تجارية سالي سيريك أسيد حمض الصفصاف خلينا نحكي اسمه العلمي فالأسبرين بالعموم ضار للأطفال وخاصة مع بعض الفيروسات الرشوحات ممكن يعمل ممكن بنسبة معينة نادرة بس شفناها نحن بالعمل الطبي تنازل ريهي اللي ممكن يكون قاتل للطفل وما في شيء تسعي في الطفل فإذن أنا بعيد ما بحط ابني بمتاهة أدوية قد تؤثر أو تعمل اختلاطات على الطفل مثل الديكلوفيناك السودوم إن كان إبريء أو إن كان تحاميل فيه منه بتلاقي طفل عمره سنة وزنه 8 كيلو بتعطيه تحميل عيار 25 ضربة عملت له سمية كلوية هاتي رجعي عمل الكلية للطبيعي فإذن نحن خافضات الحرارة خط أحمد باستخدم المسموح فيه بالجرعة اللازم أنا ما أغجل من طبيبي بس يكتب لي معلقة ثلاث مرات بليهم قلوا عفوا دكتور شو هي المعلقة أنا ببيتي في معلقة صغيرة صغيرة في عندي أنا والله أنا بحب أكل بمعالقة كبيرة شو بدك استخدم يعني يحدد لي يحدد لي واحد سانتي اثنين سانتي لأنا أعرف شو أعطي ابني إذا ارتفعت الحرارة بالشكل الخفي بالبيت ولا حتى أوصل لعنده وشخصتي شو سبب ارتفاع الحرارة طيب خليل نحكي عن أثار السلبية للحرارة لما فعلا توصل الحرارة لدرجة مرتفعة شو المشاكل اللي بتعمل للطفل لا نحكي عن هاي القصص اللي بتوعي الأهالي نوعا نحنا ما بدي الأهل يخافوا علا أنحنا عنا نسبة معينة من الأطفال بحدود العشرة بالمئة من الأطفال من عمر الست شهر للخمس سنين ممكن يصير عندهم اختلاج بارتفاع الحرارة شو بيكون ممكن في بعض الأطفال 38 تلاقي اختلاج ممكن بعض الأطفال 39 ممكن للأربعين يختلف بين طفل وآخر يعني ما في والله أنه ميزان العلم ما نميزان لذلك الحكيم هو الأساس وقال لك أننا بناخد العلم من الانترنت من النيت وخلص وعلى رجل بعضنا كل إنسان له طبيعة لازم الحكيم يعرف يتعامل معه وخاصة بعلم الأطفال عالم الطفولة عالم جميل جدا بتعيش الطفل يعني بتجي لعندك الأم بتحط لك طفل عمره ستة شهر بتقول لك حرارته عالية ملتهب إدنه ملتهب بالعوم وعنده بطنه كذا ستطلع خمسين علم إذا ما كان الطبيب حكيم واخد بما تتكلمه الأم دبحه للطفل بالأدوية بيقول له هدي بيهديه للأم شو الأعراض اللي أنت بتحسيها ما تشخصي أنت أنت ما أنت مطلوب منك تشخصي ولا ليش يجيتي على الدكتور فأنا الطبيب بده يعود يقرى الطفل بشكل سليم شو سبب شو الأعراض اللي عنده إياها ويحكيها هلأ ارتفاع الحرارة الزايد كمان ما كتير نكون نحن خايفين بعض الأحيان قد تلك هو ارتكاس طبيعي لمناعي للجسم لوجود بدنا نحكي بالإنترنت مو بالأمراض الأخرى المناعية أو السرطانية أو ما شابه ذلك إذن هو ارتكاس طبيعي قد تبقى الحرارة أربعين ثلاثة أربعة أيام لحتى جسم يقاوم الفيروس أو الجرسون ويبلش يشفى منه بعض الأطفال بيعزبوا الأهالي وعندهم بيكون ارتكاس جسمهم شديد لارتفاع الحرارة بأي همسة بتلاقي حرارته ارتفع ما يخافوا الآهل إذا ما عنده اختلاج يحاولوا يعطوا خافضات الحرارة يعملوا كمادات تحت الأبط وبين الفخدين وممكن بعض الأهالي نعملوا دوء هذا مغتص مي دافية مو باردة دافية بدرجة الحرارة أنا بدي نزلها للستة وثلاثين فبعطي بحطوه بمي دافية للطفل شي ربع ساعة حتى يصير في توازن حراري ما بين المي اللي أنا حطوه فيه والجسم وتنزل درجة الحرارة عند الطفل أما كمادات تلج ممنوعة في بعض الأهالي بيجيبوا تلج وبيلفوا فيها الطفل بيأشعر البدن الواحد ويصير عنده ما بدفعل رددت فعل مرضية جيادة ويأثر على مركز تنظيم الحرارة بالجسم ممكن تعمل بعض الإضطرابات العصبية عنده فإذا نحنا ممكن أن نستخدم هذه الآلية بتخفيض الحرارة وما نكون خايفين راقب الطفل مثل ما قاعدوا أمهاتنا معنا بوقت ما يغطفوا حرارة ويحطوا هذه المي ويعصروا هذه البشكير ويعملوا كم مادات نقعد نحنا كأمهات نخفض حرارة الطفل مو نعتمد على سمية الأدوية والله ما نزلت على سيتامول أعطي نوع تاني إيبو بروفين ما نزلت على إيبو بروفين أعطي ديكلو فيناك السوديوم ما نزلت يا دكتور أعطيني شيء رابع خامس خفض حرارة بكون خبطت الجسم خبط لا أقعد بهدوء نزل بأدوية بحكمة الطبيب مع بعض الإجراءات التانية وعالج السبب الرئيسي حتى أرتاح من ارتفاع الحرارة نعم يعني أيضا أنا بحس الأم هي العنصر الضعيف أمام الطفل لأنه ما بتريد تحمل قلبها مثلا تشوفها ابنها ما تزعلي وخاصة الجيل هلأ الجديد عن جد كتير بتلاقيها يعني عندها شغل الله يكلها معين وعندها بيت وعندها وعندها وهذا وبدأ ابنها فورا يطيب لأنه عندها شيء جباري ممكن ما تتحمل مرضه يومين أو ثلاثة وخاصة المدرسات للأسف أنه ابنها إذا مرض لازم الأم تقعد مع ابنها ما بيعطوها إجازة بيعطوها ممنوع الإجازة طيب أنا ابني مريض بدأ تروح تداون بالمدارس وأبنها مريض بدأ يضل عندها هاجس المرض يعني أنت أقدر دفتر قلب الأمة معروف أكيد قلب الأم يعني بالغريزة الإلهية هو أجمل قلب بحبه العاطفي للطفل صحيح لا صح بدنا منك نصائح أخيرة لكل الأمهات يلي طبعا مقبلين أيضا على الإنجاب ويلي عندهم أطفال شو تنصحهم الحرارة هاجس متل ما تفضلتي لازم نعرف شو سببه عند الأطفال الولدان ممكن يكون سببه تشفاف نقص السوائل هنا ما يخافوا يعني ويكون كمان الطبيب حكيم ما كتير يخوف الأهل تعويض التشفاف عند الولدان ممكن يحسن بآلية الحرارة عند الطفل الأطفال الرضع ندير بالنا بين ارتفاعات الحرارة قد تكون أسبابها مرضية وحتى الأطفال بسن المدرسة الرشوحات هلأ منتشر كتير والإنتانات الفيروسية الله يبعد الكورونا والهالهاجس المخيف اللي عمل رعب بالعالم كلياته يعني إن شاء الله ما منشوفه عند أطفالنا بس أي أنتان فيروسي ممكن يعمل ارتفاع حرارة بس مو كل أنتان معناته كورونا بس مشام يعني فيه إنتانات فيروسية هائلة ممكن ننصاف فيها وهذا موسمة الفيروسات اللي بتعمل إنفلونزا نعطي خافض الحرارة البسيط والراجع طبيبنا نعطي الجرعة البسيطة نعتمد إذا ما نزلت على الشغلات التانية كمادات ممكن بعض الأمهات بيستخدموا المي مع الخل ممكن بعض الأمهات يستخدموا شغلات تانية ما عنا مشكلة بس ما يستنشأ الطفل مشام ما تعمل كمان يعني تخريش بالرئة والجهاز التنفسي لكن التلج ممنوع والشغلات الباردة كتير ممنوع وتعرف إنه هو ارتكاس طبيعي ماشي بيخوف لمرض معين بيعالجه الطبيب أيام بإلتهاب السحاية الشديد بتتلاقي الحرارة نازلة يعني بتلاقي جايلي طفل على المشفى إلتهاب سحاية وشديد أو إلتهاب دماغ حرارته طبيعية فبعض الأمراض تخفي أعراض الحرارة بسبب شدة المراض اللي قد تؤثر على جهاز الدماغ وممكن ما يعطي أهل ارتكاس بارتفاع الحرارة المناعي لارتفاع الحرارة فإذا ندير بالنا على أطفالنا نحاول نوقيهم من أمراض الفصل هذا أو الفصول كاملات بتعليم النظافة الشخصية للأطفال مو هلأ لأنه في كورونا سنستخدم الكحول ونستخدم غسيل الأيدي لازم هاي وراسة ثقافية منزلية بالنظافة نعلم أطفالنا النظافة الشخصية قبل ما نحمله يكون تلاقي الولد يعني كله ما ننضيف بس كامش لقال عميرش شوية كحول على إيديه أكيد لا النظافة الشخصية كيف يأكل كيف يغسل إيديه قبل الأكل بعد الأكل مسير جامل المدرسة بالمدرسة استخدام الحمامات غسيل إيديه بشكل جيد إذا استخدم ارتاد الحمامات في المدرسة المدارسة تكون واعية للنظافة في المدارس حتى تكون مساعدة على تخفيف وجود إنتانات عند هالأطفال إذا طفل مرشح مقرب عنده أمراض فيروسية وعليه حرارة ما تستقبلوا المدرسة كمان أنا بتمنى من الإدارات تساعد الأمهات على مرافقة أطفالهم به وقت مرضهم حتى نحافظ على عالم الطفولة عالم جميل بعيد عنه هالأمراض يعني إذا ما أثر الأدوية السميتة ممكن تأثر أو كترة الأمراض عند الطفل بتأثر على جهازه المناعي بالمستقبل وإن شاء الله دائماً نشوف أطفالنا مثل ما بيحبوا الأمهات مثل ما بيحبوا الآباء مثل ما بيحب مجتمعنا بعيد عن كل هالأمراض هاي إن كانت حادة أو إن كانت مزمنة ودائماً يكونوا هنن فلزة كبد الحياة تبعنا بحياتنا شكراً لكم هنا الحياة كلها فننتمنى الصحة والسلامة لجميع الأطفال وقالله لا يوجع قلب أم على أي طفل يا رب نتشكرك الدكتور دكتور الأطفال قصي الزير على وجودك معنا نتمنى مرة تانية السلامة والصحة لجميع شكراً كتير لكم صباحكم ورد إن شاء الله شكراً كتير دكتور